وفي صحيفة العرب أيضاً مصافحة السيسي وأردغان لم يقلبا الصفحة ولكن كل مشغول بهمومه لا يمكن وصف اللقاء الذي جمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس التركي رجب طيب أردغان على هامش افتتاح منديال 2022 في قطر بأنه لقاء مصالحة فقد كان لقاء عرضياً في مناسبة عامة من ناحية أولى ومن ناحية ثانية ليس ثمة ما يؤشر على أنهما قلبا صفحة التوتر الذي طبع العلاقات بين البلدين لم يتضمن كلام الأتراك والمصريين عن اللقاء أي إشارة إلى أن أحدهما قد تنازل أو وعد بمراجعة موقفه أو أنهما على أرضية حوار واضحة جاءت تفسير التركي والمصري فضفاضاً وميالاً إلى العموميات ما يؤكد أن ما جمعهما ليس سعيهما إلى المصالحة بل لأن كل واحد منهم مشغول بهمومه وأن كل حديث عن خطوط دبلوماسية واستخباراتية مفتوحة بين البلدين غير دقيق أو من المبكر الإدلاء به قال المتحدث باسم الرئاسة المصرية سفير بسام راضي في بيان مقتضى بالإثنين إنه تم التوافق على أن يكون اللقاء بين السيسي وأردغان بداية لتطوير العلاقات الثنائية بين الجانبين وأكد أردغان ما ذهب إليه بيان الرئاسة المصري واعتبره خطوة أولى نحو تطبيع العلاقات معتبراً عن أمله في نقل المرحلة التي بدأت بين وزرائنا إلى نقطة جديدة لاحقاً عبر محادثات رفيعة المستوى وقال قلنا سابقاً أنه يمكن البدء بمسار وهذه كانت بمثابة خطوة تم اتخاذها من أجل بدء هذا المسار ترجمة نانسي قنقر